مرسوم رقم جوج 04426 الصادر في 16 من دي القعدة 1425 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداتي عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عيداً رسمياً مؤدى عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداتي عنها الأجور إلى 13 يوماً في السنة ثانياً مشروع المرسوم رقم جوج 23 688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 77 169 بتاريخ سعود ربيع الأول 1397 28 فبراير 1977 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموحي فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 77 169 الذي يحدد لائحة العطلة الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز وذلك تنفيذاً للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلةً وطنيةً رسميةً مؤدًا عنها على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء رأس السنة الأمازيغية هذا واحد المطلب دي المجموعة دي الفعاليات والحساسيات المجتمعية وهو مطلب لهذه الحكومة كنت تعتبره بأنه من المطالب المهمة فيما صار ترسيم الطابع الرسمي دي الأمازيغية وفي هذه الدولة الصحفية غير ما مرة كنا نعبير على هذه الرغبة في الموضي في هذا المصار بهذه الجرعة جلالة الملك أعطى الأوامر دياله للحكومة والحكومة اليوم تفعل هذه المسألة هذه الآن شنو التعمل في الأمازيغية خلال هاد السنة هاد السنة تقريبا هاد السنة فنذكر مرة أخرى بأن هذه الدولة الصحفية هي الآن متاحة باللغة العربية ومتاحة أيضا باللغة الأمازيغية تعمل واحد المجهود على مستوى توفير الخدمة ديال الاستقبال في مجموعة ديال الإدارات حيث تم تخصيص حوالي 460 موظف مكلفين بالاستقبال هذا كلهم يتحدثون باللغة الأمازيغية للتواصل وتسهيل مأمورية على يعني تسهيل يعني الخدمات المرتفقين توفير خدمة الاستقبال الهاتف باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز الاتصال اليوم كان مراكز يتساعد المراكز الاتصالي للتسنة كان عندنا الإمكانية ديال أننا نتكلم باللغة الأمازيغية وهذا المراكز هذه بالمناسبة تشهده إقبالا كبيرا جدا على اللغة الأمازيغية خاصة في بعض الخدمات توفير 63 مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية الإطلاق الرسمي لمشاريع متعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارة العمومية وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة إدراج اللغة الأمازيغية خلاص في التشوير وكذا هذا متاح في جميع القطاعات بدون استثناء وأيضا نزويد مركز الاتصال والتوجيه الإداري بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي للتواصل مع المكلفين بالتواصل الذي يتقنون اللغة الأمازيغية هذا ممكن واحد العمل لهو بحل نعديل تشبيك باش هاد الخدمة هادية يعني التوفر في جميع الإدارات توفير 200 وحدة معلوماتية حواسب محمولة وتابتة وآلة طباعة لفائدة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين الذين تم تغضيفهم بوزارة العدل باش نسرلهم المأمورية للتواصل باللغة الأمازيغية توفير الترجمة الفورية في مختلف الأنشطة بما فيه هاد النشط فهذا التزام الدستوري تتشرف عليه تتقوم به بلدنا من أعلى مستوى طبعا بتوجهات من جلالة الملك والحكومة هاد الورش غادي فيه بشكل متدرش شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك